الحقيقة كل أولياء الأمور من أكتر الحاجات اللي بيبقوا حارسين أن هما يعلموها لأولادهم هي تعليم دنهم إزاي أن هما يقربوا لربنا، إزاي أن هما يقدروا يقوموا بالفروض المفروض يقوموا بيها لكن أحياناً بتبقى طريقة تعليمهم ده أو حتى طريقة أن احنا نعرفهم تعليم دنهم إن كان بقى قراءة قرآن، صلاة وما إلى ذلك بتبقى صحبة جداً بنلاقي أبهات أو أمهات أحياناً ممكن يضربوا أولادهم عشان يصلوا أو حتى يحفظوا دروس القرآن بتاعتهم بكل تأكيد الدرب ده بيكون لتأثير سلبي على الأولاد بيدفعهم أحياناً للعند مع بعض بيخلي الطفل مش حابب إن هو يتعلم تعليم دينه بحب وده المهم لكن سؤالنا هنا هل يجوز ضرب الأبناء وهم في أعمار صغيرة أو هل يجوز ضرب الأبناء أصلاً عشان نقدر نعلمهم تعليم دينهم إيه حكم ضرب الأبناء؟ إذن تعامل مع الأباء والأمهات عشان يقدروا يعلموا أولادهم وأطفالهم أمور الدين والصلاة بشكل يقدر يحببهم في الدين والصلاة دي كلها أسئلة خلينا عرف إجابتها من الشيخ السيد عرف عضو مركز الأزهر الإعلامي للفتوى الإلكترونية بمشيخة الأزهر الشريف صباح الخير على حضرتك صباح الخير شخصي بنورنا ومشرفنا زي ما جمانة كانت بتقول موضوع مهم جداً كلنا في البيوت والأسر كلما أولادنا كده وبناتنا يكبروا كلنا حابين أولادنا يحافظوا على الصلاة يبدأوا يقروا قرآن ويحفظوا قرآن لكن طريقة التعامل دي هي النقطة المفصلية لأنه في بعض الأحيان ممكن أتعامل مع طفلي بطريقة أخليه يبعد عن الصلاة ويبعد عن الدين بشكل كبير دون أن أدري طريقة التعامل مع الإبن أو الإبنة بتخليه يقترب إلى الدين أكثر أو يحب التعاليم الدينية أكثر الطريقة المثلة يعني اهتداءاً كده واقتداءاً بسنة النبي صلى الله عليه وسلم حينما يبلغ ابني أو بنتي السن المكلف بأداء الفروض كيف أتعامل مع أولادي لكي أحبب هذه الفروض لها بداية الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الهادي لأنوارك الجامع لأسرارك الدالي عليك والموصل إليك صلاة ينفرج بها كل ضيق وتعسير وننال بها يا ربنا البركة والفرج والتيسير وتخلصنا بها يا ربنا من المخاوف والأوهام وتحفظنا بها يا ربنا في اليقظة وفي المنام وتجمع شملنا بها مع النبي الأعلام على آله ودات الإسلام وأصحابه الأعلام وسلم تسيماً كثيراً وبعض بشكر حضراتكم على هذه المقدمة وهذا الترحب بالفعل موضوع اللي بنتكلم فيه من الأهمية بمكان أي إنسان هيجيله أي حاجة تغير أي شيء في نمط حياته لابد أن يعقبها تفكير ثم بعد ذلك عمل بمعنى أي واحد مثلاً عاوز يشتغل في وظيفة كويسة لازم يزبط موعيد نومه ويزبط موعيد استيقاظه وصحيانه عشان يأهل نفسه للحاجة الجديدة اللي هو رايحها طيب أي واحد مثلاً عاوز يتجوز لازم يشتغل ويجيب فلوس ويحوش عشان يأخذ الخطوة اللي هو بجاهز نفسه عشانها عشان يشتغل ويتجوز طيب أي واحد ربنا ابتلاء بمرض لازم يغير من نمط تفكير ونمط طريقة حياته عشان يتعامل مع المرض اللي قاله عشان هيعقبه بعد ذلك تصبيط في الأكل تصبيط في النوم تصبيط في الدواء اللي هياخده ده كله ليه؟ عشان الحاجة الجديدة اللي طرأت عليه طيب أي أب وأي أم ربنا سبحانه وتعالى هيرزقهم بهدية وهبة من عنده سبحانه وتعالى ما هو الأولاد دول هدية من الله لنا لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهبو يا سلام يعني إيه يهبو يعني ربنا مديلنا هدية يعني ابني أو بنتي اسمه هدية من عنده ربنا فبالتالي الهدية اللي ربنا الدهالي لازم يكون ليه فن التعامل مع العطية دي مع الهدية دي اللي هو فن التربية مفهوم علم التربية طيب أي زوجة وأي زوجة لازم يكون عندهم قدر من التأهيل مش بمعنى أن ربنا رزقني بولد أو بنت أن ابني أو بنتي ده ملكي لا الياء هنا مش ياء الملكية الياء هنا ياء المسؤولية اللي سيدنا النبي الدهالك وقال لك كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعياتك يكون وصيا عليه كلمة الوصي هنا لغويا كمان أنا يعني واصي على ابني واصي على ابني أو قوام على ابني أو بنتي بمعنى مسؤول عن ابني أو بنتي فده زيادة في التكليف يبى حضرتك هنا الياء هنا ابني أو بنتي ياء المسؤولية إن حضرتك الزوجة هتتحملي مسؤولية وحضرتك الأب هتتحمل مسؤولية اللي هي الهدية من ربنا سبحانه وتعالى فبيجي عني فن التربية فبالتالي لازم أغير من نمط حياتي وسلوكياتي لإني مش بس ها ربي إنسان لا ده أنا هكون مسؤول عن الموروث السقافي اللي أنا هدهوله مش بس إحنا بنهتم بالمظهر يا ربنا هرزقني بولد أو بنتي هروح أجيب له الهدوم الجديدة وراح أجيب له السرير بتاعه لا ده أنا مسؤول عن الروح مسؤول عن العقل مسؤول عن الجسد مسؤول عن النظرات مسؤول عن اللمسات مسؤول في المعاملات مسؤول عن الكلمات اللي هتخرج مني وابني هستقبلها يبقى هنا فن المسؤولية اللي هو فن التربية طب بيجي ده إزاي لتأهيل الأب والأم الحاجة دي لازم نعرف الأب والأم شايفين إن زي منط ربيت أنا هرب ولادي وده خلال في التربية للأسف أنا تربيت كده فهرب أولادي كده لا مش كده الزمن بيتغير والوقت بيتغير والإمكانيات المتاحة قدامي بتتغير لذلك الإمام بن القيم نقل كلمة ألها سكرات قبله ألا تربوا أولادكم بزمانكم فإنهم خلقوا لزمان غير زمانكم أنا حفظت القرآن وأنا عندي سبع سنين فبالتالي عاوز ابني أو بنتي حفظ القرآن زي طب الوقت اللي أنا فيه البيئة اللي أنا كنت فيها غير البيئة اللي هو فيها أنا كنت ببيئة بسمع قرآن الولد مهتم بالقرآن اللي حوالي كلهم كده إنما البيئة دلوقتي اتغيرت ابني أو بنتي مش لاقي الحاجة دي فبالتالي أنا أضغط عليه لازم تعمل الحاجة دي طب أنا بصلي يعاوز ابني زي لا مش كده ده ربنا قال لحضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ والله كل المقرأ الآية اللي في آخر سورة سيدنا طاعة أنا أقف قدامها شوية هو ربنا بقول لي سيدنا النبي وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ هو مين في بيت سيدنا النبي مش هيصلي أنا بقف قدامها كده يعني خلاص تديني صدمة كده مين عندي سيدنا النبي مش هيصلي استحالة بس ربنا يقول لي سيدنا النبي كده عشان أنا أخذ بالأمر ده من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عشان لما ابني ما يصليش زي ما قالت أستاذتنا ما ينفعش أن أنا أقهره أو أنهره أو أضربه ليه أنا بعنفه هو كده يحب العبادة ما فيش حاجة في التربية قاطبة اسمها الضرب حضرتك زي ما قلت نتفضل ونتشرف في الاقتداء بسيدنا رسول الله عمر ما سيدنا النبي ضرب حد أمنا ستنا عائشة قالت كده قالت ما ضرب رسول الله بيده شيء قط لا زوجة ولا خادم ولا طفل صلى الله عليه وسلم معقول ده آه لأن سيدنا النبي كان نور كان قرآن صلى الله عليه وسلم ربنا وصفه بداه وإحنا في شهر ميلاد سيدنا النبي ربنا قال قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين النور ده حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم طب هو القرآن هل في صور في القرآن بتدل على التربية آه عدد صور القرآن مش ألف صورة دول 114 صورة عندنا صورة أربع صفحات حوالي حوالي يعني كم 58 صطر اسمها صورة سيدنا لقمان عليه السلام ده كان نبي يا سلام لما نقرأ تاني صفحة في صورة سيدنا لقمان كده ربنا بمثلي حوار الأب تهو التواصل مشكلتنا دلوقتي احنا شايفين بيوتنا بتحكمها المادة لا احنا اللي بنحكم بيوتنا بيوتنا محتاجة لأب والأم ولادنا عاوزين القدوة عاوزين التواصل كومنيكيشن عاوزين أب وأم بيتكلموا مع بعض حوار بناء عاوزين أب هيتكلم مع ابنه حوار بناء عاوزين أم تتواصل مع بناتها حوار بناء وهنا يا شايف سيد احنا أمام نقطة في البعض بيقول فيه طبعا البعض معتدل ولكن فيه جزء للأسف بيشوف أنه الضرب في أمور متعلقة بالصلاة وبالدين مشروعة ولأنه شايف أنه دلوقتي الدنيا والظروف والبيئة المحيطة بينا بالعكس أنها بتلهي أكتر والسوشيال ميديا مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت شوية ممكن يمسل تحدي بالنسبة للأطفال أنه هما نقدر نفاهمهم تعليم دينهم فيه جزء تاني شايف أنه لأ أنا ما أقدرش لا إكراها في الدين بالراحة أنا مش هقول له صلي أنا مش هقول لها صلي مش هقدر أقول لها حاجة هي هتصلي لوحدها أو هو هيصلي لوحده من غير ما لا أعنف ولا أنا هنصح إيه الصح؟ يعني حضرتك سألتي سؤال جميل جدا اللي تنخطأ بمعنى حضرتك أنا دوري إيه؟ دوري الأب أو الأم؟ دوري الأب مربي ما هو مساعدة التربية؟ تلاتة ميم ميم مربي اللي هو الأب والأم ميم مدرسة ميم مسجد هو الأب والأم سبعين في المية أساس من أساس التربية لذلك لما بنتكلم حضرتك بتقولي واحد هيدرب أولاده عشان يصلوا وهيدربهم عشان يحفظوا القرآن هو ده من الدين؟ لا مش من الدين ما عملوش حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تخيلي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي وهو شيل ستنا أمامة بنت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ستنا السيدة زينب كان بيقف يشيلها وهي طفلة صغيرة طيب أمه كان بيسمع صوت بكاء الأطفال في الصلاة كان بيعملي كان بيطول ولا بيخفف بيخفف حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لأن سيدنا النبي كان رحمة صلى الله عليه وسلم تخيلي كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة قالت عمري سيدنا ما ضرب حد هجنة واضرب أولادي ما فيش الأسلوب ده لذلك حتى في القرآن بقول لحضرتك سورة سيدنا لوكمان أو شوفي بقى تواصل الأب مع ابنه سيدنا لوكمان ده كان نبي وقاعد جنبه ابنه كده فبيعلمه بربيه لا اكراها في الدين ان شاء الله ما صلت لا 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 يبقى كده هو مش أب دور الأبوة معلم مربي قدوة ما أولادنا هيقتدوا بالأب والأم الموجودين في النقطة دي عفوا المؤطعة هو طبعا الحوار مهم مع أولادي لو هم تركوا الصلاة أو ما بيصلوش يعني لكن فكرة الاقتداء القدوة لما ابني أو بنتي يشوفوا الأم والأب بيصلوا طبيعيا وتلقائيا هيقلدهم يعني عايزين نأكد على هذه النقطة حتى في البيوت انه إقامة الصلاة من قبل الأب والأم ولما هذا المشهد يتعود عليه ابني وبنتي تلقائيا هيعمل زيهم مش بس إقامة الصلاة كل الأمور الحياتية والأمور الدينية اللي هي صلة مع ربنا سبحانه وتعالى صلة مع النفس صلة مع الخلق لما ابني يشوفني بعمل الناس بطريقة كويسة هيتعامل لما ابني يشوفني بطلق حاجة لله وبعطف على حد فقير أو مسكين أو محتاج هيتعامل هيسألني هو أنت بتعمل إيه هعلمه تخير كده سيدنا لقمان قاعد مع ابنه بديله المبادئ بقول له وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني علاقته مع ربناه يا بني لا تشرك بالله وبعدين بقول له أنا عاوز علاقتك مع بابا وماما تبك كويسة بقول له لإن ربنا وصنا على بابا وماما الأهل بعده ووصينا الإنسان بوالديه طيب بعد كده عاوزك ربنا فرض علينا حاجات تعملها يا بني أقم الصلاة مش بس كده لما تشوف حاجة غلط لا لازم تتكلم وأمر بالمعروف بمعروف وانهى عن المنكر بمعروف برضو إن ذلك لمن عزم الأمور طب بعد كده بقول له الاتيكيت واقصد فيه يعني وانت ماشي يمشي كويس الاتيكيت اللي احنا بنقوله واغضض من بصر وصوتك ما تعلهوش إن أنكر الأصوات هو ده إيه هو بقول له في الأول خالص يا بني بأسلوب التودد يعني يا حبيبي عشان إحنا ما بنتكلم دلوقتي للأسف لما جمعت أم القرى في مكة المكرمة نشرت بحث عن مفهوم التربية قالوا التربية بعيدا عن العلم والوحي بتسبب أضرار كتيرة اللي هو إحنا هنربيهم كده وخلاص زي ما إحنا تربينا من غير مجهود من غير ما تعلم من غير ما فهم احتياجات الولد واحتياجات البن قالوا دي بتؤدي إلى كارثة أمور كارثية أول حاجة إن الولد ما بيعرفش يتواصل مع اللي حواليه تلاقيه ولد منعزل تلاقيه ليه هو شايف بابا وماما أسلوب التربية عندهم ما فيش أسلوب ما فيش بابا وماما بتفهموش مع بعض فالولد عايش في حرب فييجي ما عندوش أسلوب يتواصل مع الآخرين تاني حاجة إنه يكون عنده اعتداء دائم على اللي قدامه يعني ممكن يجي يلعب مع أولاد قدامه يضربهم ليه لأنه هو عنده المخزون والتواصل هو شكله كده تالت حاجة إنه ينشأ عندي فتى مدلل ما لوش علاقة ولا شيء الهم أي حاجة رابح حاجة فقدان الثقة في الحياة الزوجية إيه رأيك في مفهوم الجواز لا البنت تقول أنا مش عاوز أتجوز والولد يقول لا ده حاجة فشلة ليه هو ما شافش ده في البيت يبه فن التربية ده حملة على كل أب وكل أم يبه لازم يكون عندنا الفن ده إن إحنا نتعلمه وإن إحنا نغير من سلوكياتنا ومن حياتنا لذلك علماء علم النفس لما تكلموا قالوا كل أب وكل أم لازم يكون عنده ثلاث حاجات اللي هو المربي اللي هو القدوة قالوا أول حاجة الثقة لازم يكون عنده ثقة في نفسه ثقة في كلامه ثقة في تصرفاته وأفعاله ثاني حاجة إنه يكون عنده التزام بالمهام بمعنى إن أنا وعدت أولادي هعمل كذا يبه لازم أعمله دي نقطة مهمة جدا النبي علمنا كده الست لما قالت لابنها لو عملت الحاجة دي أديك طمراه النبي بص كده وقال لها والله لو لم تعطه لحسبت عليك كذبة يعني لو ما عملتيش الحاجة ده والله طب كذبة ليه أنت بتوعديه وهو بأمل في الحاجة دي طيب وثالث حاجة إن أنا ما يكونش عندي حب مشروط بمعنى أنا بحبه عشان هو ابني مش لو عملت دي أنا أحبك لا هو لازم يسمع منك الكلام ده والعاطفة تخيله كده تنين والراجل قاعد في مجلس سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بنته الأول فيروح بيسها كده واحتطة على الأرض فيدخل ابنه يروح بيسه ومقعده على رجله فسيدنا النبي مدرك المشهد وباصص على الصورة دي فيقول له سيدنا النبي لو لم تعدل لأدخلك الله النار هو عمل إيه ده هو بس البنت وحطها على الأرض وبس الولد وأعادوا على رجله لو لم تعدل أن أنت تخلي الاتنين زي بعض آه للأسف عندنا ناس بيظلموا في التفرقة بين الولد والبنت يحسسوا أن البنت غير الولد أو الولد غير البنت لا يجي سيدنا النبي يقول فن التربية اتقوا الله وعدلوا بين أبنائكم ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم طبعا نشكر حضرتك شكرا جزيلا الشيخ السيد عارف عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بمشيخة الأزهر الشريف شكرا لحضرتك ويعني زي ما حضرتك قلت أهم حاجة التفاهم والتواصل مع الأولاد وأهم حاجة أننا نكون مراية لهم نحن نفسنا نكون في البيت نكون بنصلي نكون بنقرأ قرآن في البيت كل ده هم يشوفوه قبل ما ننصحهم بها تكون بنسبة لهم مشاهد عادية هم هتلاقيهم دايما بيقلدوك وبشكر حضرتك مرة تانية شكرا وردنا وشرفتنا يا شخ سيد عرف عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بمشيخة الأزهر الشريف صباح الخير على حضرتك صباح